أنا مثلا وماها جلنا كورونا وزينا ناس كتيرة أصابت بالفيروس كورونا بنشوف حاجات كتيرة على السوشال ميديا أعراض ما بعد الكورونا فأنا نفسي بقرأ حاجات على السوشال ميديا وببقى قلقانة جدا وبحس إن في حاجات قريبة جدا ممكن تكون أو تكاد تكون فعلا بتحصل لي فإحنا عايزين نوضح للناس إيه اللي بيحصل بعد الكورونا أو أعراض ما بعد الكورونا اللي بتصيب ناس كتيرة إيه الحقيقي منها وإيه المزيف اللي منتشر على صفحات السوشال ميديا مهمة جدا هو طبعا المشكلة بتاعة كورونا والفيسبوك او مشكلة اي مشكلة في العالم سواء قضية بنت اتلت او قضية حالسة عربية قضية واحد كالمكورونا زيادة كل الموضوع ده كله على الفيسبوك بيقتل بحسا وكل واحد يفتي فيه زي بالزبط اي حتة في المجتمع المصري فيعني كلام مش هنرد عليه هو كلام بالبلدي كده مصاطب يعني هو كلام المصاطب بتحط على المنصات فحطه كده تحت عنوان كلام ولدة عم حواديد اه بالزبط هنسلي نفسنا وخلاص اه لا ليه دعوة بالحقيقة ولا بالعلم ولا باي شيء فبالتالي الناس ترحم نفسها ولو ان الناس بتبقى فيه كتير بلاحظ يعني عندهم نوع من الإدمان والنزعة العجيبة يعني كأن واسعا ايه واحد بأرقل في ضوافره او واحد بطفل بياخد بمرونا يعني كل شوية لازم يفتح كده ويشوف ايه اللي بيحصل واللي ايه بيرد ويشارك ويقول بس انا ما ليش دعوة لما انت بتشارك وتحط الكلام مش مظبوط مضاعفات ما بعد الكورونا او اعراض الكورونا في ابتلاقها يعني اعراض الكورونا في ابتلاقها اعراض خفيفة عادية بحتاجها دكتور عادي راكز فاهم يعالج العالة الحالة على قد ايه على قد ما هي فيه تتراوح الأدوية من شخص لشخص ما فيش حاجة اسمها بروتوكول لما يكون فيه عندي مضاعفات في الصدر فهنا كل 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 مقام مقال انا عندي مشكلة في القلب وقلب ضعيف ووجاتي كورونا او في الوانزة او حتى شوية اسهال او واحد انا يعني قال لي كلمة سخيفة اي حاجة هتعكر للسلام اللي انا فيه سواء صحي او اجتماعي او نفسي تبقى متفاقمة لان انا اصلا مش منقص يبقى دا الناس اللي عندها مشاكل تانية او الله يا دك انا اصلا مش نائز دي يا دكتور جت على الجرح انا اصلا مش نائز في عصر او الله او الله كلنا افتراوه يا دكتور انا فينا مشاكل بس هي الفكرة فيه الناس اكتر مننا بتبقى بدرجات فاحنا ما يكون مجموعة مع بعض ماشيين ونلاقي حد مكابل قوي بنسل دي احنا مكابل بقى لك ازاي لكن مش معنى كده ان احنا ان احنا آليها او سولان 100% المهم يعني هي بتبقى زي مضاعفات الامف الوالزة زي اسادزة يعني انا جالي اامف الوالزة الاسبوع اللي فات فادخل عندكم الستيديو ما لك دكتور سامير كان عندي اامف الوالزة بيان عليك اللي هو ايه ايه عياء يروح بعد فترة قديه بقى الفترة يا دكتور معلش مش اكتر في الامور الطبيعية من اسبوع عشر تيام طب معلش شباية دكتور هنقف هنا شوية او مال ايه الكلام بتاع انا بعد كورونا جات لكورونا من امتى من ثلاثة اربع شهور لا انا عبني بيوجاني انا نفسي مكتوم انا بحس بعلامتي فاضري بشوف كتير بالحالات دي الكلام ده بنسمعه كتير جدا ايه انا مجهودي قل جدا الشعر تسقط شعر جسمي بشوف الحالات دي كتير جدا حقيقية وهم المرض وهم مش حقيقية وهم المرض يعني معقولة يا دكتور الوهم ممكن يترجم في اعراض فيزيكال يعني عضوية لانه فيعلا فيه ناس بتلاقي يعني مثلا بعد كورونا لأ بقى عندي سنستيف سكن لفترة باستخلاص راحة لوحدها بيبقى فيه سقوط للشعر متزايد كل شيء يزيد على حدو يا أستاذ الله يا دكتور يعني بعد كورونا عندي كاتم النفس لحد النهاردة يعني ابقى اقول كده بس استحب يسبب مشاكل زيادة بمعنى أنا وكلنا قلقانين من ان عندنا شوية تعب بسيط وخرجنا مشينا كل واحد فينا بيقدم صلحته وبيقدم حياته وبيعيش حياته في غيرنا بيقلق قلق جامد فالقلق ما يسيبوش في ناس من غير كورونا ومن غير اي حاجة عايشة طول حياتها في قلق طبعا في ناس عندها اكتر من قلق حاجة اسمها الوسواس القهري يعني طول مهماشي حاسي العالم كله ضده رأتك ازاي في ناس عندها مشاكل في حاجة اسمها القلق المرضي ايه القلق المرضي انا القلقان علشان ركن عربيتي في الشمس فمش عارف حالك لو حركبها هتبقى مولعة من جوة ولا صرفت ده قلق عادي لكن ما يبقاش انا قلق القلقان على العربية اللي في الشمس وطول شوية انا قاعد في الاستوديو ابصه وبص كده شوف اقول له هو العربية ولعته لسه وهو حد خبط في العربية هي العربية ما تسرقتش ايه ما لك فيه ايه اهمت فهنا دول ناس ما هماش من التاريق عليهم لكن هم عندهم طبعتهم هشة نفسية وبيحتاجوا مساعدة مننا كأطباء نفسيين بشكل اكتر حيك تقصد يعني نهما بيتوهمون يا دكتور حيك تقصد أنهما بيتوهموا يعني الاعراض دي الوهم ما هواش ثبة ولا رقيصة ولا شيء نتكلم فيه بشأن بنوع من الاصدراء او بنوع من التاريق او التنمر الوهم شيء جائز لكل انسان اذا ما حصلش معاها نوع من التوازن النفسي